اشتركوا في القناة ما تخصص للانتخابات من أجل ترسيم المجاهد سالح كوجيل رئيسا للمجلس وهذا بناء على الرغبات المعبر عنها من طرف المجموعات البرلمانية الممثلة بالمجلس حزب جبهة التحرير الوطنية الثلث الرئاسي وتجمع الوطني الديمقراطي تحتفل الجزائر اليوم بالذكرى المزدوجة الخمسين لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات التي تأتي في ظل تغيرات جديدة يشهدها الاقتصاد العالمي حيث اعتمدت الدولة استراتيجية تسعى إلى الانتقال الطاقوي والتحرير التدريجي من التبعية التقليدية وإحداث حركية نحو التقاتل مستدأمة تفاصيل الموضوع مع مانا العبيش خمسون سنة تمر على تأميم المحروقات قرار عزز استقلال الجزائر اقتصاديا وتنمويا ومكنها من بسط سيادتها على ثرواتها الباطنية اليوم وبفضل كل الجهود المبذولة طيلة هذه الفترة استطاعت الجزائر من خلال مختلف مؤسسات وشركات القطاع أن تضمن استمرار الانتاج وتصمد في وجه كل التحديات آخرها جائحة كورونا قطاع الطاقة رفع العديد من الرهانات أهمها ضمان الأمن الطاقوي على المدى البعيد وتلبية حاجية السوق الوطنية دون إغفال التزاماته مع الشريك الأجنبي فالهدف الرئيس هو أمن واستقلال الطاقة في البلاد في ذكرى تأميم المحروقات هذه السنة توجه استراتيجي من خلال الانتقال إلى عصر جديد حيث مصدر الطاقة وتحويلها واستخدامها لن يبقى على حاله بل سيعرف تغيرات جذرية ترتكز أساسا على استغلال المكامن الطاقوية غير التقليدية وهو بالفعل ما تسعى إليه الحكومة من خلال مراجعة القانون الخاص بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ليدرج فيها جانب الطاقات المتجددة لمواكبة كل التحولات العالمية وخلق مداخل جديدة بعيدة عن النفط والغاز كل هذا يستلزم استخدام التكنولوجيات الجديدة وتكييف شبكات النقل والتوزيع خاصة وأن فيروس كورونا فرض جملة من المعطيات الجديدة أثرت على القطاع ككل لكن رغم هذا الوضع الوبائي إلا أن قطاع الطاقة استطاع الصمود ومواصلة الإنتاج بطريقة سلسة صهرت عليها كفاءات وطنية برهنت أن الاستثمار في العنصر البشرية يمكن له أن يخلق الفارق في ظل الأزمات مهما كان نوعها قطاع الطاقة لم يكتفي بمهامه فقط بل ساهم ورافق الجهد التضامني لباقي القطاعات لمواجهة كوفيد تسعة عشر إلى تطوراتي الوضعية الوبائية بالبلاد حيث استعرض أنسى الدكتور جمال فرار آخر الإحصائيات والأرقاء مع التسجيل 185 حالة جديدة يصبح المعدل خلال 24 ساعة أخيرة أقل من حالة لكل 200 ألف نسمة علما أن 20 ولاية لم تسجل أي حالة خلال 24 ساعة أخيرة 24 ولاية سجلت ما بين حالة إلى التسعة حالات وأربع ولايات سجلت عشر حالات فما فوق فيما يخص الوفاية التي سجلت خلال 24 ساعة الماضية عددها الثلاثة وفاية جديدة رحمه الله فيما يخص الحالة التي خلعت الاستشفاء خلال 24 ساعة أخيرة عددهم 236 مارد فيما يخص الحالات تمثلت للشفاء الطبقا لمعايير المعتمد لحد اليوم العدد تحهم 77382 منهم 157 تمثل الشفاء خلال 24 ساعة أخيرة من يخص الاستشفاء نحل على مستوى المستشفاء عبر الوطن 19 مارد في العناية المركزة سجلت صباح اليوم الأربعاء لساء الثانية وإحدى وخمسين دقيقة بولاية السطيف هازة نرضية بلغت شدتها 4.8 درجات على سلة ميريشتر وهذا حسب ما أفد به بيانون أقول بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء وقد حدد مركز هازة حسب ذات البيان على بعد 9 كيلومترات جنوب غربي الرسفة أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية أن وحداتها بولاية جيجل تدخلت مساء أمس ببلدية الشحنة بضائرة الطهير لتقديم الإسعافات الأولية لأربعة عشر شخصا من بينهم امرأتان في حالة خطيرة على إثر انفجار قرورة غاز البوتان في مبنى يتكون من ثلاثة طوابق بالمكان المسمى الزويتنا الانفجار خلف أيضا انهيار كلي لجدران الطابق الأول وخصائر كبيرة في التوابق الأخرى دولياً وفي شانيا الصحراوي تميزت الاحتفالات المخلدة لذكرى الخامسة والاربعين لإعلان الجمهورية الصحراوية بمخيم السمارة للاجئين الصحراويين بعروض واستعراضات تعكس نشاطات بؤسسات الدولة الصحراوية ومساندة الجيش الصحراوي والتضابن مع سكان المناطق المحتلة في ظرف حساس استأنفت فيه جبهة البوليزاريو الكفاح المسلح على طول جدار الذل والعار المغربي من المحبس حتى القرقرات ورغم ظروف اللجوء الصعبة إلى أنها عكست جهود ورغبة ومسيرة كفاحي الشعبي الصحراوي في النيجر أعلنت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة فوز المرشح محمد بازوم في انتخابات الرئاسة أمام منافسه ومرشح المعارضة محمد عثمان وقد تحصل بازوم على 56% من أصوات الناخبين مقابل نحو 44% لمنافسه الذي طعن في نزهة الانتخابات التي عرفت مشاركة نحو 63% من الناخبين في دورها الثاني والأخير وفي نيجيريا لقي عشرة أشخاص مصرعهم في هجوم شنهم مسلحون بقذائف المورتر على مدينة ميدوغوري شمال شرقية البلاد الهجوم الذي يعتقد أن جماعة بوكو حرام تقف وراءه خلف أيضا إصابة أزيدة من 20 شخصا في الملف الإيراني نددت كل من بريطانيا ألمانيا وفرنسا بقرار طهران إدخال قانون يتضمن الحد من تفتيش منشآتها حيزة تنفيذ دعية إياها إلى التراجع عن ذلك والتعاون بشكل وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا وتدعو إيران إلى رفع العقوبات المفروض عليها من طرفي الولايات المتحدة الأمريكية في مقابل عودة التزامها ببنود الاتفاقي النووي الموقع عليه سنة 2015 والذي أصبح على المحك بحسب مراقبين وعن جديد وباء كورونا عبر العالم أعلنت المفويضية الأوروبية أنها حذرت رسميا ستة دول في الاتحاد الأوروبي بشأن القيود التي فرضتها عند حدودها لاحتواء تفشي كوفيد 19 والتي من شأنها تقويض حرية الحركة داخل التكتل حيث أمهلت الدول مع نياحة نهاية الأسبوع للرد وإلا يفترض نظريا أنها أو أن تطلق في حقها إجراءات لخرقها قوانين الاتحاد هذا ومن المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي غدا الخميس على مدار يومين الوضع الوبائي لفيروس كورونا في الرياضة ولحساب الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة من منافسة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم تعدل سهرة أمس بملعب 5 جوليا فريق مولودية الجزائر مما ضيفه الترجع الرياضي التونسي بنتيجة هدف لمثله بهذا الخبر الرياضي ونحن معكم هذا الموعد الإخباري تحياتي تحية الفريق العام المعي في أماني موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى